هذا وكان صاحب السمو الملكي لأمر سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد وصل بحفظ الله ورعايته إلى دولة قطر الشقيقة لدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يرافقه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدة للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوفد الرسمي المرافق من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين كان سمو الشيخ عبدالله بن حمد الثاني نائب الأمير بدولة قطر الشقيقة في مقدمة مستقبلي سموه حفظه الله وسعادة السيد صالح بن غالم العلي وزير الثقافة والرياضة رئيس بعثة الشرف هذا وقد اجرت لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مراسم استقبال رسمية وبهذه المناسبة أدلى سموه لدى وصوله دولة قطر الشقيقة بالتصريح التالي يصر القيام بهذه الزيارة الرسمية إلى دولة قطر الشقيقة حيث ألتقي أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة إن علاقاتنا مع قطر الشقيقة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية عبر الأجيال وهي تتكامل مع أطر العمل الخليجي والعربي والإسلامي المشترك تأتي هذه الزيارة في ضوء حرص حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تعزيز العمل المشترك مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فلتبادل الزيارات بين الأخوة أثر محوري في تعزيز التعاون والتنصيق على كافة الصعود السياسية والتنموية والاقتصادية وكذلك صوغ التفاهمات حول سبل التعامل الفاعلة مع أي تحديات أو ظروف تمر بالمنطقة كما أن قيام بهذه الزيارة بعد عدة أيام من زيارة صاحب السمو الملكي العام العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر للدوحة تأتي تأكيدا على علاقاتنا الوطيدة والحرص على تعزيز التعاون والتنصيق لما فيه صالح بلدينا وشعبين الشقيقين ودعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نسأل الله العلي قدير أن يوفقنا جميعا لما فيه تقدم بلدينا وخير وصالح شعبيهم الشقيقين هذا ويضم الوفد الرسمي المرافق لسموه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مع للفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية مع للشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع للشيخ خليفة بن ادعيج الخليفة رئيس ديواني سمو ولي العهد مع للشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة السكرتير الخاص لولي العهد مع للشيخ سلمان بن خليفة الخليفة المدير العام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سعادة السيد خالد بن عمر الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي مستشار شؤون الإعلام بديواني سمو ولي العهد سعادة السيد عصام بن عبدالعزيز الجاسم المدير التنفيذي للمراسمي بديواني سمو ولي العهد سعادة السيد ناصر بن فالس القطامي القائم بأعمال لسفارة مملكة البحرين بدولة قطر الشقيقة بكثير من الألفة والأخوة والمحبة خط عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وأخوه صاحب السمو والأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر حفظهم الله طريقا لمستقبل البلدين الشقيقين والممتد من ماض عريق رسمه الآباء والأجداد والتي بات يشار إليه بالبنان وانطلاقا من هذه الإرادة الصادقة بتحقيق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين وبسعي دؤوب استطاع البلدان مد مزيد من جسور الأخوة للسمو بهذه العلاقة التي تتكئ على تاريخ تمتد جذوره لعقود طويلة في إطار عوامل التقارب الجغرافي والحضاري وما يجمعهما من أواصر الدم والمصاهرة ووشائج القربة عطفا عن الروابط الدينية والتاريخية والثقافية التي بلغت مرحلة إنسانية سامية البحرين وقطر مسيرة بناء وتقدم في مختلف المجالات فهذه العلاقات التاريخية الوثيقة المتميزة جاءت بفضل السياسات الحكيمة لعاهلي البلدين أيدهم الله حيث تعد العلاقات البحرينية القطرية أنموذجا يحتذا به في التكامل ووحدة المصير بين الدول الخليجية والعربية علاقات ثنائية شهدت خلال السنوات الماضية ازدهارا في مختلف النواحي بفضل التوجيهات السديدة لحكومتين البلدين وحرصهما على تعزيز أواصري وعلاقات التعاون بينهما وإذا ما ذكرنا العلاقات بين البلدين على الصعيد السياسي فإنه لابد التطرق إلى ما يمتاز به البلدان من مجموعة سمات تعكس حالة التقارب والتفاهم تعود بالنفع على شعبيهم الشقيقين حيث إن البحرين وقطر شريكان استراتيجيان في مجلس التعاون الخليجي ولقيادتيهما وكبار المسؤولين في البلدين زيارات متعددة ومتبادلة تمثل دليلا واضحا وملموسا لإيجاد علاقات تقارب خاصة تترجم معنى الشراكة الحقيقية وتساهم في وحدة وتماسك الصف الخليجي والعربي أما على الصعيد الاقتصادي تشهد العلاقات بين البلدين أزهى فترات التعاون المثمر ولسيما على مستوى الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بما يوفره البلدان من فرص استثمارية حقيقية مشتركة تسهم في رفض المسيرة التنموية والعمرانية وتؤكد عمقاء ومتانة العلاقات البحرينية القطرية الأخوية وعلى الصعيد الأمني يشهد البلدان تطورا ملحوظا حيث أشهد مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون الثنائي المثمر الذي يهدف إلى جعل المنظومة الخليجية واحة أمن وأمان وبلا كلل أو ملل تواصل البحرين وقطر العمل الدعوبة لتحقيق آمال والطموحات الشعبين الشقيقين في النمو والنهضة وبما يعود على البلدين بالخير والرفاه والرخاء لتلفزيون البحرين صالح يوسف شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة